إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم تأصيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وأعزنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين ورضي الله عن صحبه الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مستمعين الكرام نحييكم بتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تأصيل والذي يتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة وتقبلوا في بداية هذه الحلقة تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ عبد المنعم السعدي وهذه تحيات محدثكم توفيق أسامة كما يسعدنا ويشرفنا أن الصديفة في استيديوهات إذاعة القرآن الكريم من الدوحة فظيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فنحييه أيضا بتحية أهل الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى وجميع السادة المستمعين أحسن الله إليكم فظيلة الشيخ ونحن في هذا البرنامج نتناول أصول الإيمان والإيمان بالله تبارك وتعالى من أعظم المهمات وإفراده جل وعلا بالعبادة هو قطب رحى الرسالات وتوحيد الله تبارك وتعالى هو أول الواجبات وأوجب التكليفات والدعوة إليه من أعظم القربات قد جعلها الله تبارك وتعالى وظيفة الأنبياء ومهمة الأصفياء فهو من أفضل الأعمال وعلمه أشرف العلوم جل في علا ونحن في هذا البرنامج نتناول متن درة البيان في أصول الإيمان وقد ألف هذا المتن ضيفنا العزيز فطيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم نفع الله بعلمه وغفر الله لوالديه وغفر الله لنا ولوالدين أجمعين يا رب العالمين ونحن قد وصلنا مع السادة المستمعين في هذا المتن إلى الفصل الرابع عند منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة وذكرنا الكرامة لغة واصطلاحا وشرعا وبينا بعض المسائل المتعلقة بها ونقول ما قاله المصنف في هذا المنهج والكرامة لأولياء الله حق وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم نتناول عددا من الأسئلة المتعلقة بالكرامة بمشيئة الله تبارك وتعالى وأولى هذه الأسئلة ما حكم الإيمان بالكرامات وهل ورد ذكر تلك الكرامات في الكتاب العزيز؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم الإيمان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بوقوع الكرامات لبعض أولياء الله الصالحين من لدن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما يؤمنون بما جاء خبره من كرامات الأمم السابقة وقد ورد ذلك في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقص القرآن الكريم أنواعا من هذه الكرامات التي وقعت للسابقين من الأمم فمن ذلك كرامات أم عيسى مريم عليه السلام وذلك بدءا من إكرامها بنفخ الله تعالى فيها من روحه وتيسير رزقها دون تسبب من أحد وتساقط الرطب الجني عند محاولتها هز جذع النخلة وكذا ما أكرمها الله تعالى به من كلام عيسى عليه السلام في المهد حين نطق شاهدا ببراءتها كل ذلك في كتاب الله تعالى خبره في آل عمران وفي مريم وفي الأنبياء والتحريم وغيرها من سور القرآن الكريم أيضا في القرآن الكريم وردت كرامة أهل الكهف الذين ناموا هذه المدد المتطاولة من السنين ثلاثمائة سنة وهم على حال من النوم استيقظوا بعدها استيقظوا وقد حفظهم الله تعالى خلال تلك المدة ولم تتغير عليهم أبدانهم ولا شعورهم ولا أظافرهم ولا أبصارهم لم يفقدوا شيئا من قوتهم التي ناموا بها وعليها فاستيقظوا كما هم في زمن شبابهم وقوتهم في حين أن الزمان الذي مضى عليهم ثلاثمائة سنة وهذا شيء كثير وكبير كما أيضا ورد في القرآن الكريم كرامة الذي عنده علم من الكتاب في قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والمشهور أن الذي جاء بملك بلقيس في طرفة عين رجل من الإنس وليس من رجان الجن كما رجحه غير واحد من المفسرين وعزوا ذلك إلى الجمهور إذن وقعت خوارق كثيرة وذكر القرآن الكريم طرفا منها ومن ذلك حياء من أماته الله تعالى مئة عام ثم بعثه فوجد طعامه وشرابه على حاله لم يفسد وشاهد كيف تعود الحياة بعد أن يخرج الله تبارك وتعالى هذا الحمار الذي مات كيف يخرجه الله تعالى حيا بعد موته ورأى كيف تنشز العظام التي بليت وكل ذلك جاء خبره في سورة البقرة إذن هناك شواهد صدق وعدل على وقوع خوارق العادات لغير الأنبياء في الأمم السابقة والقرآن الكريم قص علينا أخبار تلك الوقاعة ثم إن القرآن الكريم أيضا قص علينا أخبارا تتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد ذكر القرآن الكريم في آل عمران وفي الأنفال مشاركة الملائكة للصحابة في القتال وذلك في يوم بدر إذا طلعنا سورة آل عمران والأنفال وراجعنا ما ذكره المفسرون فسوف نجد أنهم رجحوا أن الملائكة شاركت في القتال وذلك وفاقا لما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن بعض الصحابة بل بواب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ذلك بابا في صحيحه فقال باب شهود الملائكة بدراء من ذلك أيضا تقليل العدد وتكثير العدد في أعين المتقاتلين ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين ودحر الكافرين إذن القرآن الكريم زاخر بهذه الوقائع وتلك الحوادث في الأمم السابقة وشيء من ذلك في أمتنا ورد ذكره في القرآن العظيم أحسن الله إليكم فضيلة شيخ أن بلقتنا بهذه الآيات والكرامات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وهي كثيرة ومتعددة في جزاك الله خيرا على جمعها وتعليمنا إياها كذلك السنة النبوية المطهرة هل فيها شيء من إراد كرامات جاء ذكرها؟ نعم السنة أكثر من القرآن في ذكر هذه الوقائع وتلك الحوادث من ذلك ذكر خبر حفظ سارة زوج إبراهيم عليه السلام حفظها من الملك الجبار ذلك أنه كلما أراد أن يمتد إليها بسوء تجمد أو تسمر في مكانه ثم أخذه ما يأخذ النائم فغط غطيطا طويلا وقد حاول غير مرة فلم يستطع وذلك من كرامة الله تعالى لها ومن ذلك أيضا خبر جريج العابد وما وقع من اتهامه بالزنا ونسبة ذلك الطفل الذي خلق من ماء الزنا ونسبته إلى جريج وهذا الطفل سئل من قبل جريج في آخر القصة من أبوك صرح بأن أباه ذلك الراعي وليس جريج إذن هذا صريح في خرق العادة بكلام الطفل في المهد ومن ذلك أيضا قصة أصحاب الغار وما وقع لهم من انسداد الغار بصخرة عظيمة وحصول الفرج بما دعوا وتوسلوا به من صالح العمل وكل ذلك ثابت في السنة الصحيحة ومن ذلك أيضا قصة الغلام مع الملك والراهب والساحر والتي أشارت إليها سورة البروج وتضمنت القصة كرامات عديدة للراهب وللغلام وغير ذلك من الأخبار الصحيحة الصريحة كل ذلك وقع في الأمم التي كانت قبلنا كما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم كرامات ذكرت في السنة فالصديق رضي الله تعالى عنه وقعت له واقعة في تكثير طعامه الذي قدمه لأضيافه ثم إنه أرسل ذلك الطعام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن جماعات من الناس أكلت من ذلك الطعام فهذا يدل على كرامة للصديق رضي الله تعالى عنه وكذا قصة سعد بن أبي وقاص حين تولى إمرة الكوفة وما اتهمه به بعض أهلها وأنه رضي الله تعالى عنه دعا على من دعا عليه الكذب وقال في حقه ما لم يقع فأصابته تلك الدعوة ومثل دعوة سعد بن أبي وقاص دعوة سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله تعالى عنه على المرأة التي ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها ظلما أو ظلمها في شيء من أرضها دعا عليها بأن يعمي الله تعالى بصرها وأن يقتلها في أرضها فكان ذلك عميت ثم وقعت في بئر في أرضها فماتت هذه تدل على ما لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من الكرامات أيضا خبر حذيفة رضي الله عنه في قصة الخندق وليلة الأحزاب وكانت ليلة شديدة البرد شديدة الريح والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب أحدهم أو ينتدب أحدهم ليأتيه بخبر القوم فلا يقوم أحد مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيدهم على ذلك وعدا عظيما يعيدهم السلامة والجنة لكن لا يستطيع أحد من شدة البرد وارتعاد فرائصهم منه فلم يكن بد من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم فأمر حذيفة ولم يكن بد من أن يطيع حذيفة أمر النبي صلى الله عليه وآله قال حذيفة عن نفسه وهو ماش وراجع من ذلك المهم الذي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه كان يمشي كأنما يمشي في حمام يعني من شدة الدفء في ذهابه وإيابه يعني لم يشعر ببرد ولا بريح في ذهابه وإيابه وذلك من كرامة الله تعالى له بفضل امتثاله أمر النبي صلى الله عليه وآله أيضا عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله تعالى عنه حين استشهد وكان قد عهد الله تعالى أن لا يمسه مشرك وأن لا يمس مشرك فلما مات يعني شهيدا أراد المشركون أن يأخذوا جثته لينتفعوا بها في أهل مكة حيث كانوا قد وعدوا عليها مالا كثيرا فجاءت الأسراب النحل فغطت جثته فلم يستطع أحد منهم أن يقترب من الجسد هذه الظلة التي كانت من النحل منعت المشركين أن يقتربوا فلما أصبحوا وجدوا السيلة جاء فاحتمل تلك الجثة إلى مكان لا يعلمونه إذن هذه أيضا من الكرامات التي حفظ الله تعالى بها عاصم بن ثابت في حياته وبعد مماته وهكذا تتعدد الأخبار الثابتة عن عدد من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير وخباب بن عدي وعباد بن بشر وأنس بن النضر والعباس بن عبد المطلب الذي كانوا يستسقون بدعائه فيسقون بعد أن كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وعائشة رضي الله عنها التي كانت تحدث عن بقاء الطعام في بيتها مددا طويلة في أحاديث صحيحة ثابتة ومن أشهر هذه الأخبار خبر الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه حين نادى على جيشه الذي أمر عليه سارية الدؤالي فلما كانوا بأرض المعركة سمعوا من يصيح بهم يا سارية الجبل فأسندوا ظهورهم إلى الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل سمعوا هذا الصوت فأسندوا ظهورهم إلى الجبل فهزم الله تعالى عدوهم قيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك على المنبر يعني في أثناء خطبته رضي الله تعالى عنه إذن كل ذلك كرامات وكل ذلك خوارق للعدات وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله ثم إنه وقع شيء من ذلك للتابعين وتابعيهم وقد صنف أئمتنا في ذلك يعني كتب وأبوابا وفصولا في كتب الاعتقاد وفي غيرها ترصد مثل هذه الوقائع في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام إذن كانت كرامات متعددة وزاخرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة الكرم لكن فضيلة شيخ هل تمتد تلك الكرامات إلى قيام الساعة أم أنها قاصرة على الصحابة دون غيرهم من الأمة بل تمتد إلى قيام الساعة ولدينا حديث وأخبار تدل على هذا المعنى كما ذكر بعض علمائنا أنه يقع في آخر الزمان بعد نزول عيسى وخروج الدجال لحديث ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا فيكون أكثر من يخرج إليه النساء وفي هذا الحديث ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودية لا يختبئوا إذن تبين أن من الكرامات الخارقة التي تتحقق للمؤمنين أن ينطق الشجر والحجر في آخر الزمان وأن يقع إخبار المسلم بحقيقة اختباء عدوه اليهودي خلفه من ذلك أيضا قراءة المسلم للمكتوب بين عيني الدجال لأنه مكتوب بين عيني الدجال أنه كافر ويقرأ ذلك كل مسلم ولو كان المسلم أميا في ذلك الزمان لكنه إذا كان مؤمنا قرأ ذلك والكافر لا يقرأه ولو كان كاتبا قارئا ثبت في الصحيح من وصف الدجال أنه ممسوح العين وأنه مكتوب بين عينيه كافر وأنه يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهذا في الصحيح والإمام النووي رحمه الله قال الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة أي من جملة العلامات القاطعة بكفر هذا الدجال وكذبه وإبطال ما هو عليه يظهر الله تعالى هذه العلامة لكل مسلم كاتب وغير كاتب وضعف الإمام النووي قول من قال إن ذلك مجاز ولذلك قال ابن حجر رحمه الله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب قال هذا إخبار بالحقيقة فإن ذلك الزمان تنخرق فيه العداد إذن قراءة هذا المكتوب بين عيني الدجال كرامة لكل مؤمن كان في ذلك الزمان قارئا كان أو غير قارئ وهذا يدل على استمرار الكرامات في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل صالح يخرج إلى الدجال ويفضحه هذا الرجل وصفاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس أو قال من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه في بعض الروايات وهي أكثر تفصيلة أن المؤمن يؤشر بالمئشار يعني بالمنشار حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول المؤمن يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا إذن هنا كرامة أن هذا الدجال مع قوته وتمكنه يعجز عن قتله ثانية بعد أن كذبه الرجل بعد أن قتله ثم أحياه وهذا الرجل من أهل الإسلام والإيمان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكونه قتل أولا أبلغ في الدلالة فإن ذلك لم يزغه ولم يؤثر فيه ولم يغير في قلبه وعلم أن الدجال لا يسلط عليه ثانية فكان هذا اليقين وهذا الإيمان مع عجز هذا الدجال عن أن يصل إليه بسوء من خوارق العادات والآيات الدالة على وجود الكرامات في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكرامة لو قارنناها بكرامة الغلام الذي دل الملك على كيفية قتله بعد أن عجز الملك عن قتله لرأينا أن هذه أبلغ لماذا؟ لأن هنا وقع القتل بالفعل ثم حصل الإحياء وهو أبلغ ثم يأتي بعد ذلك العجز عن القتل مجددا وهو أبلغ وأبلغ وهكذا نجد أن مثل هذه الوقائع والأحداث حاصل إلى آخر الزمان قد روى أيضا مسلم في صحيحه أن نبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه ذات يوم فقال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال بعض الرواه لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون هذا حديث دل على خرق العادة أيضا في آخر الزمان كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما يفتتحون هذه المدينة بالتكبير والتهليل وهذا ليس من العادة أن يقع أن ينتصر المسلمون بمجرد التكبير والتهليل إذن بناء على ما تقدم من هذه الروايات وتلك الأخبار فالكرامات موجودة في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أظهر في آخر الزمان منها فيما بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ وهذه الكرامات ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب الصالحين وفي كتب أمة الإسلام وعلماء هذه الأمة لكن هناك من يتشكك في ثبوت الكرامات لأولياء الله الصالحين فهل من رد ونقول لأهل العلم توضح هذا الأمر العقدي نعم الناس حيال هذه الكرامات كالعادة طرفان وواسطة أنكرها بعض أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم وغلى فيها وتمحل فيها أقوام آخرون فأهل السنة هداهم الله تعالى للحق وهو وسط بين الطرفين فأثبتوها بضوابطها ولم ينكروها ولم يغالوا فيها ولم يجعلوها مصدرا من مصادر التشريع أو من مصادر التلقي إذن المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكرمات الأولياء حق باتفاق أهل الإسلام والسنة والجماعة وقد دل عليه القرآن في غير موضع والأحاديث الصحيحة والأثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم والعلماء يذكرون هذه الكرامات وينوهون بها في كتبهم وفي متونهم فهذا ابن حمدان الحنبلي رحمه الله في كتابه نهاية المبتدئين في أصول الدين يقول كرمات الأولياء حق وتوجد في زمن النبوة وأشراط الساعة وغيرهما ولا تدل على صدق من ظهرت على يده فيما يخبر به عن الله تعالى أو عن نفسه ولا على ولايته لجواز سلبها وأن تكون استدراجا له ومكرم به وتعم الرجال والنساء والولي يسترها غالبا ويسرها ولا يساكنها ولا يقطع هو بكرامته بها ولا يدعيها وتظهر بلا طلبه تشريفا له ظاهرا ولا يعلم من ظهرت منه هو أو غيره أنه ولي لله تعالى بذلك وقيل بلا ولا يلزم من صحة الكرمات صدق من يدعيها بدون بينة أو قرائن حالية تفيد الجزم بذلك وإن مشى على الماء أو في الهواء أو سخرت له الجن والسباع حتى تنظر خاتمته وينظر موافقته للشرع في الأمر والنه كذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول وكرامات الأولياء حق باتفاق أهل الإسلام والسنة والجماعة إذن هكذا الأمر متحقق بالنقل عن أئمة المسلمين وعلمائهم جيلا بعد جيل يثبتونها ولكن لا يثبتون بها شرعا ولا يثبتون بها تكليفا ولا ينكرونها كما أنكرت ذلك بعض طوائف المخالفين نعم نقول هامة لأهل العلم وضحت بها فضيلة الشيخ ثبوت هذه الكرمات لأولياء الله الصالحين ودلالة هذا الأمر العقدي فجزاك الله خير الجزاء بعض الناس يعتقد أن كل من جاء بأمر خالق للعادة فهو من أولياء الله الصالحين فهل هذا صحيح على هذا النحو بالتحديد؟ من الضوابط التي يذكرها علماؤنا رحمهم الله أن خرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية وهذا مما ذكرناه في هذا المثل فخرق العادة ليس بمجرده دليلاً مستقلاً على الولاية لماذا؟ لأن خرق العادة قد يقع لولي الرحمن كما قد يقع لولي الشيطان فخوارق العادات يدخل فيها ما هو من الكرامات وما هو من غير ذلك والمراتب ثلاثة آيات الأنبياء أي المعجزات ثم كرامات الأولياء أي الصالحين ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من المسلمين قد تقع لهم بعض هذه الخوارق التي تكون بالاستعانة بالجن أو بالشيطان إذن خوارق العادات أصحابها متفاوتون تفاوتاً كبيراً وكثيراً وقد تقدم أيضاً أن بعض من أدمن السهر والخلوة ورياضة النفس بالجوع ونحو ذلك قد تحصل لهم أحوال وتقع لهم إدراكات لا تقع لغيرهم وليس في هذا أيضاً ما يدل على ولاية أو كرامة بل قد يتفق ذلك لبعضهم اتفاقاً وقد يحصل هذا لبعض غير المسلمين إذن على هذا النحو فالخارق الذي قد يظهر على يد مبطل من ساحر وكاهن وراهب كل ذلك ليس دليلاً مستقلاً على ولاية وهذا الأمر هو وقوع الخوارق الطبيعية لبعض الناس مما تقر به فئات كثيرة حتى الفلاسيفة حتى ابن سينة يذكر ذلك ويقرره وعليه فإن بعض تلك الخوارق قد تنال بأسباب طبيعية فلا تدل عندئذ على ولاية ولا كرامة فضلاً عن وقوعها لغير مسلم فإذا وقعت لغير مسلم فهذا لا معنى له عندنا ولا دلالة له عندنا على أنه من أولياء الله بل هو غير مسلم فبالتالي لا يكون ولياً لله على كل حال إذا كانت هذه الخوارق من شأنها أن تقع من المسلم ومن الكافر وأن تتعدد أسبابها وأن تختلف مصادرها فقد تكون من الله أو من نفس الإنسان أو من الشيطان إذا وقع ذلك فإن القاعدة تقول أن وقوعها من شخص ما لا يدل على ولايته ولا على صلاحه كما أنه لا يضر المسلم ألا تقع له فالمسلم هو من أولياء الله تعالى بقدر ما فيه من إيمان فيه من الولاية فلا يلزم كل مسلم أن تقع له هذه الولاية بل لا يلزم أن تقع لكل أولياء الله الصالحين فمن لم تنكشف له أشياء من المغيبات أو تسخر له أشياء من الكائنات لا ينقص ذلك من رتبته عند الله تبارك وتعالى وإذا كنا ذكرنا بعض الكرامات عن الصحابة وعن التابعين فإن الأكثر من الصحابة لم تقع لهم هذه الكرامات ومع ذلك هم أشرف الخلق وأفضل الخلق وأعلى الخلق منزلة ورتبة عند الله تبارك وتعالى نعم بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء والأسئلة كثيرة حقيقة حول هذه الكرامات وبعد الفاصل من الأسئلة أنواع الكرامات التي يجريها الله على يد عباده الصالحين وسنتعرف كذلك من تحصل له خوارق لكنها تعارض هذا الشرع المطهر هل يعتبر ذلك من جنس هذه الكرامات؟ كل ذلك بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا مستمعين الكرام يمكنكم متابعة حسابات إذاعة القرآن الكريم عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر، إنستجرام، تيليجرام على حسابنا الموحد قرآن راديو أندرسكور QA يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ما ضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم نسبوعي برنامج تأصيل والذي يتهد إلى أسماعكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في استيديوهات إذاعة القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فأهلا وسهلا بك من جديد بارك الله خيكم وجزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا على ما تقومون به من جهد مبارك في شرح هذا المتن الذي نتناوله في هذا البرنامج وهو متن درة البيان في أصول الإيمان ونحن في الفصل الرابع لمن يرغب من السادة المتابعين الكرام المتابعة معنا في هذا المتن فهو متاح مجانا على الشبكة العنكبوتية للمطالعة ونحن في الفصل الرابع الذي عنوانه المصنف منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة وقد وصلنا إلى باب الكرامة وإلى جزئية الكرامة وذكر المصنف والكرامة لأولياء الله حق وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية فضيلة الشيخ ما أنواع الكرامات التي يجريها الله على يد عباده الصالحين نعم الكرامات نوعان ينبغي أن يفرق بينهما فمنها مكاشفات ومنها تأثيرات المكاشفات تعني الاطلاع على بعض المغيبات الجزئية والنسبية وذلك بالإلهام أو المنام ونحو ذلك وليس هذا من علم الغيب المطلق فإن علم الغيب المطلق اختص الله تعالى به نفسه وأما التأثيرات فهذا مثل أن يقوم الصالح بأن يدعو الله تعالى أن يشفي أو أن يفرج الهم أو أن يهلك الظالم فيستجاب له وليس هذا أيضا من التصرف في الكون إطلاقا وإنما يحصل ذلك بدعاء الله تبارك وتعالى واستجابة الدعاء من الله كثيرة وعديدة لأولياء الله الصالحين لكن قد تقع الاستجابة في الحال وقد تقع في المآل فإذا وقعت في الحال فيما يستبعده الناس كان ذلك كرامة لهذا الصالح ابن تيمية رحمه الله يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري له على أيديهم من خوارق العداد وفي أنواع المكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات إذن هناك مكاشفات وهناك تأثيرات كالمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة إلى يوم القيامة قال أيضاً رحمه الله وللصالحين كرامات معروفة من تسخير السباع والنار لهم وتكثير الطعام والشراب ودفع البلاء ومن المكاشفات وأنواع خوارق العداد في أبواب العلم وأبواب القدرة وليس من تلك الكرامات مرة أخرى الاطلاع على الغيب المطلع الذي اختص الله تعالى به نفسه أو تدبير الكون والتصرف في شأنه مما هو من صفاتي الربوبية نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونقطة في غاية الأهمية جزاك الله خيراً على إضاحها لكن أيضاً هل الولي قادر على إجراء الكرامة لنفسه وبنفسه استقلالاً؟ الكرامات إنما تقع بأمر الله تعالى سبحانه وبقدرته وهي تقع لحجة في الدين أو لحاجة بعض المسلمين فمنها ما يكون كما قلنا إجابة دعاء أو نجاه من مهلكة أو إكراماً محضاً لإظهار فضيلة ذلك الإنسان أو لبيان شيء من الحق وعلماءنا يقولون مما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو من وقعت له حاجة أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله من هذا الإنسان مستغنياً عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لماذا؟ لعلو درجته والاستغنائه عنها لا لنقص ولايته ولا لنقص كرامته على الله تعالى ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة أما الصحابة لم يكن وجود ذلك بالكثرة التي كانت في من بعدهم لاحتياج من بعدهم إليها ما لم يحتج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذن الكرامة لأولياء الله حق وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة هل يمكننا أن نقول أن من لم تقع له الكرامة لا يعتبر من أولياء الله الصالحين؟ هذا قول عجيب ولا ينبغي أن يعتقده مسلم الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى يبين أن هذه القضية قضية مسلمة عند أهل الإسلام والسنة يقول لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته يعني أفضل الكرامة وأعظم الكرامة دوام الاستقامة فيقول لو أن صاحب بدعة جاء بهذه الخوارق فإنني لا أقبله بلغت هذه العبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال أما إنه قصر لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته يعني بالغ الشافعي قال ولو مشى في الهواء ليس فقط مشى على الماء لكن مشى في الهواء وكان مبتدعا فإنني لا أقبله إذن هذا يدل على أن أولياء الله الصالحين هم الذين استقاموا على مراد الله تعالى منهم بيّن الإمام ابن حجر رحمه الله ضابط معرفة ولي الله من غيره بأن يختبر حاله قال فإن كان متمسكا بالأوامر الشرعية مجتنبا للنواهي كان ذلك علامة على ولايته ومن لا فلا ومن لا فلا فالذين يزعمون أن المجانين الذين فقدوا عقولهم أو المخبولين أو الذين يبولون على أنفسهم ويسيرون عراتا ويتركون شعورهم ولا يغتسلون ولا يتوضؤون ولا يتنظفون يزعمونهم أولياء هؤلاء يرد عليهم علماء المسلمين أجمعين فلا تقبلوا منهم تلك الكلمات ولهذا قال ابن تيمية ونقل عن الآئمة أنهم متفقون لو أن الرجل طار في الهواء ومشى على الماء فإنه لا تثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والناهي الذي بعث الله تعالى به رسوله لماذا؟ لأنهم لا يغترون بهذه الأحوال التي قد تحصل لغير المسلمين أصلا فالمعيار الكاشف هو لزوم الاستقامة وذلك بالعمل بأوامر الكتاب والسنة وإيثار أمر الله تعالى وأمر رسوله وإيثار كتاب الله تعالى وإيثار سنة نبيه صلى الله عليه وآله فمن زاغ عنهما زاغت عنه تلك الولاية من زاغ عن الكتاب والسنة زاغت الولاية عنه ولهذا اتفقوا على أن أفضل الكرامة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا العارف هو الذي يريد ما أراد الله ويعتزل ما نهى عنه الله فتتفق إرادته مع إرادة الرب سبحانه وتعالى في الأمور الشرعية فلا يريد إلا ما أراده الله تعالى منه ولا يحب إلا ما أحبه الله تعالى له ومنه ولا يبغض إلا ما أبغضه الله وهذا معنى قولهم إياك أريد بما تريد إياك أريد بما تريد إياك نعبد وإياك نستعي لهذا كان من أحسن وأكمل أوصاف أولياء الله تعالى ما عبر به القرآن الكريم الذين آمنوا وكانوا يتقون فإذا جاء مهوس أو مخبول أو مجنون يدعي الولاية أو ناقص العقل أو ناقص الحال يدعي الولاية وهو لا يصلي وهو لا يصوم وهو لا يدري الطهارة فإن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون وليا ولو أراد أن يلبس حاله أو أن يلبس علينا حاله أحد من الناس كائنا من كان أبو علي الجوزجاني رحمه الله يقول كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة هذا التوجيه المهم كن طالبا للاستقامة لأنك مأمور بالاستقامة لست مأمورا بطلب الكرامة فاستقم كما أمرت نعم فاستقم كما أمرت كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة فإذا استقمت فإن هذا هو غاية المراد وهو أعظم ما يكرمك الله تعالى به في الدنيا أن تعيش مستقيما على أمره وهذا من الكرام المعنوية فلا مقام إذن أشرف من مقام اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وآله واقتفاء أثره في كل أمره وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا برهان كاشف عن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بعض الناس فضيل الشيخ تحصل له خوارق ولكن هذه الخوارق تعارض الشرع فهل يعتبر ذلك من جنس الكرامات كل خارق عارض الشريعة وناقضها فهو مردود مردود على صاحبه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبس إبليس ذكر شيئا من هذه التلبسات التي يسوقها الشيطان لبعض أو على بعض الناس ويروجها ذكر قصة لرجل قيل إنه احتاج إلى الوضوء احتاج إلى أن يتوضى فإذا هو بكوز من جوهر وسواك من فضة فاستاك بالسواك وتوضأ بالماء كما تقول القصة عقب ابن الجوزي على هذه القصة بأنها لو صحت لدلت على قلة علم الرجل لماذا؟ قال لأن استعمال السواك من الفضة لا يجوز طبعا وأيضا استعمال الكوز من الجوهر قد يكون فيه إسراف ثم قال ما نصه والله تعالى لا يكرم بما يمنع من استعماله شرعا إلا إن أظهر له ذلك على سبيل الامتحان أورد أيضا قصة أخرى فيها أن بعض من ينسبون إلى الولاية أمروا رجلا بطرح ما معه من مال لينال إحدى الكرامات التي نالوا عقب ابن الجوزي أيضا بقوله ويدل على أنها حكاية موضوعة قولهم اطرح ما معك لماذا؟ قال لأن الأولياء لا يخالفون الشرع والشرع قد نهى عن إضاعة المال إذا أردت أن تصحبنا وأن تحصل لك هذه الأحوال فاطرح ما معك من مال اطرح يعني ألقه عنك وتخلص من المال الذي لديك ابن الجوزي يقول هذا أمر بإطلاف المال أو تضيعه وهذا مخالف للشرع فلا يحصل أو لا يتحصل أو لا يتوصل على ما يكرم الله تعالى به عبادة بمخالفة أمره وأورد أيضا قصة أخرى فيها أن رجلا سمع قائلا يقول أي يقرأ كتاب الله وفيه وهو يتولى الصالحين قال فطرح نفسه من السطح فوقف في الهواء يعني لم يسقط عقب ابن الجوزي فقال بأن هذا كذب محال فلو قدرنا صحته أو صحة هذه الرواية فإن طرح نفسه من السطح حرام وظنه أن الله تعالى يتولى من فعل المنهي عنه أيضا حرام فقد قال الله تعالى وَلَتُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فكيف يكون صالحا أو محسنا وهو يخالف أمر ربه أورد أيضا قصصا أخرى يعني فيها هذا المعنى إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن تقع هذه الكرمات على مخالفة الشريعة أبو إسحاق الشاطبي تناول هذه الأمور وقاعد فيها قواعد مهمة تتعلق بهذا الضابط من نفيس ما أفاد به رحمه الله قوله هذه الأمور التي هي خوارق يعني هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه وذلك أن التشريع الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم عام لا خاص وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له الطراد ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف يعني كائنا من كان وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل إذن هذه قاعدة محكمة وقال أيضا رحمه الله ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمرا شرعيا ولا أن تعود على شيء منه بالنقض كيف وهي نتائج عن اتباعه يعني كيف يكون من نتائج اتباع الشرع أن نخرقه أو أن نخريمه أو أن نضاده قال الإمام الشاطبي فمحال أن ينتج هذا الأمر الذي أصله وهو الاتباع والمشروعية أن ينتج أمرا ليس بمشروع أو كيف يعود الفرع على أصله بالنقض قال هذا لا يكون البتة وعلق على مثل هذه الوقائع والحوادث فقال من هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة فإن ساغت هناك أي في أحكام الشريعة فهي صحيحة مقبولة في موضعها وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم لا نظر فيها لأحد لأنها واقعة على الصحة مطلقة أو قطعة فلا يمكن فيها غير ذلك ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده بمقتضى رؤياه لأن رؤياه حق وقال له ابنه يفعل ما تؤمر ماذا قال ابنه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم هكذا يقرر الإمام الشاطج بناء عليه فإن الكرامة التي تكون من عند الله تعالى وبأمر الله جل وعلا لا يمكن أن تخالف شرع الله ولا يجوز اعتقاد وقوع الإكرام بما خالف الشرع والشريعة وبما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعض الغلاة من المتصوفة حكوا كرامات لا يمكن قبولها بميزان الشريعة ولا يمكن أن تكون حقا توجب الولاية بل هي عند التحقيق أخطاء ومخالفات بعضها يصل إلى الجرائم التي قد تستوجب العقوبة والتعزير لا الإكرام وبعض الكتب غصت بمثل هذه المخالفات وتلك الانحرافات مثل الطبقات الكبرى للشعران فيها يعني كرامات هي أقرب إلى المنكرات أو منكرات سميت باسم الكرامات نسأل الله السلامة والعافية جزاكم الله خيرا على هذا التحذير وعلى هذا التوضيح فضيلة الشيخ دكتور محمد يسري إبراهيم هل يمكن أن يأتي الولي بكرامة كمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم أو أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء باتفاق هم أفضل وأكرم الأولياء بل هم فوق جميع الأولياء وعلى هذا الإجماع الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته يقول ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء هذه قاعدة فكيف يختص هذا الولي بما لم يأتي به النبي أو بمثل ما جاء به النبي إذن علماؤنا يقولون إن من جعل الأولياء مثل الأنبياء أو أفضل من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لماذا؟ لأنه يكون بذلك مكذبا لكتاب الله تعالى الذي فيه تفضيل الأنبياء على سائر الخلق فإذا جاء هو بتفضيل الأولياء أو بعض من يعتقد فيهم العصمة فإنه بذلك يكون قد خالف كتاب الله تعالى خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم نعم بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ وما هي أهم الضوابط في هذا المجال حتى لا تشتبه الكرامات بغيرها نعم هناك ثلاث ضوابط أساسية الضابط الأول أن كل أمر لم يؤسره الله تعالى لنبي من الأنبياء فلا ينبغي اعتقاده أو اعتقاد وقوعه كرامة لولي من الأولياء ولا سيما عند تشابه الظروف والأحوال يعني لا يسوغ أن يأتي هذا الولي بشيء لم يأتي جنسه للنبي أيا كان هذا الولي وأيا كان ذلك النبي الأمر الثاني أن كل قصة تنبئ عن مشابهة الولي للنبي في شيء من خصائص النبوة فهذا من أعظم الباطل لأن الكرامات لا تتعلق بتاتاً بما هو من هذا الباب وإلا أدى هذا إلى اجتباه الولي بالنبي فأما ما يدل على تفضيل الولي على النبي فالارتياب عند مسلم في أنه باطل من الباطل وأما الضابط الثالث فهو أن كل أمر استأثر الله تعالى به لنفسه فإن الدعاء تحققه لأحد من الأولياء على سبيل الكرامة أمر معلوم البطلان الله تعالى اختص نفسه بعلم الغيب اختص نفسه بعلم الغيب المطلق بعلم ما في اللوح المحفوظ واختص نفسه بتدبير الكون سبحانه فلو دعينا لولي أنه يطلع على ما في اللوح المحفوظ وأنه يطلع على الغيب المطلق وأنه يدبر أو يشارك في تدبير هذا الكون وفي تدبير هذا الخلق فقد ادعينا له ليس مرتبة النبوة بل دعينا له رتبة في الربوبية عياذا بالله تعالى الإمام الشاطبي له تأصيل متقن في هذا الباب يقول رحمه الله ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد فإن كان لها أصل في كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته فهي صحيحة وإن لم يكن لها أصل فغير صحيح فهذا يتعلق بالضابط الأول الذي ذكرناه وإن ظهر ببادي الرأي أنها كرامة إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة بل منها ما يكون كذلك ومنها ما لا يكون كذلك ثم قال وبيان ذلك بالمثال إن أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة يتحدث عن أولئك المنجمين وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض هذه التي يدعون من خلالها معرفة الغيب عن طريق النظر في البروج والنجوم وعلم الفلك الذي ليس هو علم بحث ودرس وحساب ورياضة قال أي الإمام الشاطبي رحمه الله وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض ليس لها في الصحة مدخل ولا يوجد لها في كرمات النبي صلى الله عليه وسلم منبع لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك النسبة ولا تجري فيه تلك الهيئة ولا اعتمد على قران في الكواكب يعني إنه إذا اقترن كوكب كذا بكذا حصل كذا غلى السعر توفر كذا مات فلان ونحو هذا مما يقوله المنجمون الذين هم كهنة في حقيقة الأمر قال ولا التمس سعودها أو نحوسها يعني أن السعد يأتي أو إن النحس يتحقق بماذا بهذه الحركة التي تكون في الأفلاك بل تحر مجرد الاعتماد على من إليه يرجع الأمر كله أو يرجع الأمر كله وهو الله جل فعلاه قال معرضا عن الكواكب وناهيا عن الاستناد إليها إذ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث قال وإن تحر وقتا أو دعا إلى تحريه فلسبب بريء من هذا كله يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لنا تحروا كذا في ثلث الليل الآخر ليس لأن النجوم تتحرك وليس لأن للأفلاك تأخير وإنما لأمر آخر ولذلك عبر الشاطبي فقال كحديث التنزل أي حديث نزول الله تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا والحديث في الصحيحين وحديث اجتماع الملائكة طرفين نهار وأشباه ذلك إلى أن قال رحمه الله وهذا الموضع مزلة قدم للعوام ولكثير من الخواص فلتتنبه له هذه وصيته رحمه الله تعالى أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وقد يتساءل سأل كيف نفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء عليه السلام نعم هذا يعني يتحقق التفريق بين كرامات الأولياء وما يجريه الله تعالى على يدي الأنبياء من المعجزات من عدة وجوه الوجه الأول أن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ معجزات الأنبياء لا في جنسها ولا في عظمها ذلك أن معجزات الأنبياء تنقسم إلى قسمين معجزات كبرى ومعجزات صغرى فأما الكبرى فلا سبيل لأن يزاحمهم فيها أحد من الأولياء خروج الدابة من الصخرة كما في آية قوم صالح أو انفلاق البحر كما في شأن موسى وفرعون انقلاب العصى إلى حية خلق الطير من الطين اتيان نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن انشقاق القمر كل ذلك لا سبيل لأحد من الخلق إليه إلا عن طريق النبوة فإن أنبياء قد اختصوا بهذه المعجزات والآيات الباهرات التي على مثلها يؤمن البشر أما الآيات الصغرى فقد يقع نوعها لبعض الصالحين التي لا تماثل تلك المعجزات الكبيرة لا في قدرها ولا في كيفيتها حتى في تكثير الطعام مثلا فتكثير الطعام للأنبياء أكبر وأكثر من تكثيره للأولياء لا في حجمه ولا في قدره ولا في عدد وقوع ذلك له ونحو هذا فإذا وجد شيء من هذه المعجزات أو الآيات الصغرى أو الكرامات الصغرى فإن هذا لا يشابه ولا يماثل ما كان عليه الحال لأنبياء الله تعالى ومرسله الجهة الثانية أن معجزات الأنبياء لا يقدر عليها لا جن ولا إنس ولذلك يقول بعض علمائنا آيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس وآيات الأنبياء آيات لجنسها فحيث كانت آية لله تدل على مثل ما أخبرت به الأنبياء وإن شئت قلت هي آيات لله يستدل بها على صدق الأنبياء تارة وعلى غير ذلك تارة أخرى الأمر الثالث هو أن معجزات الأنبياء مستلزمة للنبوة ولا بد ودال على صدق النبي المخبر بها قطعا فدلالتها على النبوة قطعية والنبي يعلم أنه نبي في حين أن دلالة الكرامة على الولاية ظني فقد يعلم من ظهرت على يديه الكرامة أنه ولي وقد لا يعلم لاحتمال أن تكون هذه الخوارق استدراجا له والاستدراج يحذره الصالحون قال بعض علمائنا التحقيق أن آيات الأنبياء مستلزمة للنبوة ولصدق الخبر بالنبوة فلا يوجد إلا مع الشهادة للرسول بأنه رسول يعني لا توجد هذه المعجزات إلا مع الشهادة للرسول بأنه رسول ولا يوجد مع التكذيب بذلك ولا مع عدم ذلك البته وليست هذه الآيات التي يسوقها الله تعالى يد الأنبياء من جنس ما يقدر عليه للإنس ولا الجن فإن ما يقدر عليه الإنس والجن يفعلونه فلا يكون مختصا بالأنبياء آخر هذه الوجوه التي من خلالها نفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء أن كرامات الأولياء من آيات الأنبياء لماذا؟ لأن الولي لم تحصل له هذه الكرامة إلا باتباعه للنبي ولولا اتباعه للنبي لما حصلت له ولهذا علماؤنا أيضا يقولون أما كرامات الأولياء فهي أيضا من آيات الأنبياء فالكرامة مهما كان شأنها مندرجة فيما لهذا النبي من آيات لأنه بسبب اتباعه لهذا النبي أجر الله تعالى له هذه الكرامة إذن هي دليل لمن يشهد للأنبياء بالرسالة فهي دليل على صدق الشاهد لهم بالنبوة نعم هذه هي أهم الوجوه التي نفرق بها بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء فروق جوهرية جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على جمعها وتوضيحها وتبينها عبر أثير إذاحة القرآن الكريم من الدوحة وعلى كل ما فصلت في هذه الحلقة حول الكرامة والكرامة لأولياء الله حق فجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم وزادنا الله وإياكم من واسع فضله وعلمه النافع مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة على أمل لقائبكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة جزاكم الله خيرا لحسن صاتي والمتابعة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأصيل تأصيل